بسم الله الرحمن الرحيم بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة سبل تنمية علاقات التعاون وتطويره إلى أثق أوسع في مختلف المجالات وذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة وشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها صاحب السمو رئيس الدولة اليوم في قصر الوطن مع معالي فوميو كيشيدا الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات واستعرض سموه ورئيس وزراء اليابان خلال الجلسة المقاومات المتنوعة للتعاون البناء خاصة في الجوانب التنموية كما استعرض سموه ورئيس وزراء اليابان مجمل تطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين وأكد أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة بما يحفظ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وتنولت المباحثات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجري وقال صاحب السمو رئيس الدولة إنما يميز علاقات دولة الإمارات واليابان أنها لا تقوم فقط في إطار المصالح الثنائية بل تتعدها إلى الرؤية المشتركة تجاه ملفات وقضايا عالمية تخدم البشرية والتنمية والسلام ومستقبل الأجيال من جانبه أكد رئيس وزراء اليابان عن اعتزاز اليابان بعلاقة الصدقة العريقة التي تربطها مع دولة الإمارات هذا وشهد صاحب السمو شيخ محمد بن زايد الإنهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديق اليوم تبدل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنوع مجالاتها فقد تبدل سمو شيخ منصور بن زايد الإنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي إيسوزاكي يوشيهيكو نائب رئيس ديوان مجلس الوزراء الياباني ستة مذكرات تفاهم واتفاقات خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي كما أعلن البلدان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء اليابان للدولة عن توقيع حوالي ثلاثة وعشرين مذكرة واتفاقية بين العديد من الجهة والمؤسسات في القطعين الحكومي والخاصة في البلدين حضر جلسة المحادثات والمأدوبة سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيره ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان وليو عهد أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيره الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزيره الخارجية وسمو شيخ حمدان بن محمد بن زيد الانهيان ومعالي شيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان رئاسة وعدد من الشيوخ واصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من كلا البلدين